أيها الأحبة هذا الشايب يعني له أسرار كيف يتشكل ما الذي يجعل الجسم يمتنع عن إفراز هذه الأصبغة وتصبح يصبح لون الشعر أبيض هذه العملية كانت مجهولة سابقة لدى العلماء ولكن حديثا قامت جامعات عالمية شهيرة بدراسة اكتشفوا من خلالها سر الشايب والعجيب أن القرآن أشار إلى ذلك قبل 14 قرنا دعونا نتأمل هذه الدراسات وما أنبأ عنه القرآن قبل ذلك طبعا توصل باحثون من ألمانيا وبريطانيا إلى أن زيادة إنتاج سائل يسمى بيروكسيد الهيدروجين أنه أحد أبرز الأسباب التي تقف وراء الإصابة بالشايب مع تقدم العمر طبعا هذه المادة بيروكسيد الهيدروجين أو H2O2 هي سائل شفاف أثقل من الماء يؤثر على الجلد فيحرقه وهو سائل يشتعل بشدة إذا تعرض لحرارة بحدود 100 درجة مئوية ويستخدم هذا السائل بتركيز 3% من أجل صباغة الشعر وكمطهر طبي ويمكن استخدامه كوقود للصواريخ أيضا هو مصدر مهم للأكسوجين من أجل سهولة الاشتعال إذن هذه المادة المسؤولة عن الشايب مادة قابلة للانفجار والاشتعال ويزداد تركيزها مع تقدم السن وبالتالي تحدث تفاعلات كيميائية تؤدي إلى ظهور الشايب الرأس وفي بحث نشرته مجلة ASEB الأمريكية وهي مجلة متخصصة بعلم الأحياء التجريبي يصرح البروفيسور هاينز ديكر من معهد الفيزياء الحيوية التابع لجامعة يوهانز جوتنبرغ أن مادة بيروكسيد الهيدروجين تزداد وتتضاعف مع تقدم العمر وتتراجع كفاءة جسم الإنسان بشكل يؤدي إلى صعوبة تحويلها إلى ماء وأكسوجين وهو ما يؤدي بدوره إلى منع تكون مادة الميلانين التي تنتجها الخلايا بشكل طبيعي والمسؤول عن ألوان الشعر والعين والجلد ويعتمد لون الشعر على مدى نشاط الخلايا الملونة هذه التي تفرز مادة الميلانين البنية اللون فسواء كان الشعر أشقر أو داكن فإن ذلك يرجع إلى كمية الميلانين التي يتم إنتاجها وتوزيعها سبحان الله يبلغ عدد الشعر أو شعرات الإنسان يبلغ العدد الإجمالي للشعر في الإنسان زهاء خمسة ملايين شعر منها بحدود 150 ألف شعر في فروة الرأس ويفقد الإنسان نحو 100 شعر يوميا يتم تعويض 90% منها من خلال نمو جديد طبعا البروفيسور ديكر يشرح يعني عملية الشايب موضح ذلك يقول إن السائل بيروكسيد لهيدروجين يتكون بمقدار بسيط في كل أنحاء جسم الإنسان ثم تأخذ هذه المادة في الإزدياد مع تقدم الإنسان في العمر حيث تقل كفاءة الجسم طبعا في تحويل هذه المادة إلى ماء وأكسجين وطبعا يعني هناك نقص حاد في تركيز أنزيم يدعى كتلاز داخل الخلايا وهو الأنزيم المسؤول عن عملية تحويل بيروكسيد لهيدروجين طبعا البحث العلمي أيها الأحبة يؤكد أن هناك يعني مادة قابلة للإشتعال هي بيروكسيد لهيدروجين موجودة وتزداد مع تقدم العمر وتترافق مع ازدياد ما يسمى بها شاشة العظام أيضا سبحان الله القرآن الكريم يربط بطريقة عجيبة جدا بين اشتعال الرأس بالشيب وبين وهن العظام والحقيقة العلمية تؤكد أنها شاشة العظام ترتبط بظهور الشيب بسبب تنكس بعض العمليات الحيوية مع تقدم السن وطبعا تقل كفاءة عمل الخلايا بعد سن الأربعين كما نعلم تبدأ معظم العمليات الحيوية بالانحدار في الإنسان الله تعالى يقول في آية عظيمة على لسان زكريا عليه السلام قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا هنا نجد إشارة قرآنية إلى حدوث عملية اشتعال كيميائية في الرأس ينتج عنها الشيب ولو تأملنا الحقيقة العلمية المكتشفة حديثا أن مادة بيروكسيد الهيدروجين هي مادة قابلة للإشتعال يزداد تركيزها وكأنها تحرق وتشعل هذه البصيلات أو الخلايا المسؤولة عن إنتاج مادة الميلانين وبالتالي يعني يقل إنتاج هذه المادة بسبب زيادة تركيز بيروكسيد الهيدروجين المادة القابلة للإشتعال أو سريعة الإشتعال الله تعالى يقول إني على لسان زكريا عليه السلام إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا سبحان الله هذا التعبير أيها الأحبة الذي استخدمه القرآن قبل أربعة عشر قرنا يتفق مع المعطيات العلمية الحديثة بالله عليكم ألا تشهد هذه الآية على إعجاز القرآن الذي قال الله فيه ولتعلمن نبأه بعد حين